اسم الدرس أفكك الأعداد الكسرية وأركبها سادساً أفكك كل عدد من الأعداد الكسرية التالية إلى مجموع عددين أحدهما صحيح طبيعي والآخر كسري 79 على 9 90 على 11 15 على 2 49 على 9 19 على 3 الإجابة 79 على 9 يساوي 8 مع 7 على 9 لأن بتوحيد المقامات تصبح 8 تساوي 9 في 8 على 9 90 على 11 تساوي 8 مع 2 على 11 15 على 2 يساوي 6 مع 3 على 2 49 على 9 يساوي 5 مع 4 على 9 19 على 3 يساوي 6 مع 1 على 3 7 سابعاً سابعاً أعود كل نقطة بالعدد المناسب 13 على 17 يساوي 9 على 17 مع 19 على 5 يساوي 9 على 5 9 على 5 يساوي 4 على 5 1 مع 1 على 7 يساوي 9 على 7 8 مع 3 على 5 يساوي 2 على 9 مع 4 على 9 مع 1 على 9 9 على 5 يساوي 9 على 5 10 على 10 مع 4 على 7 19 على 10 على 10 19 على 10 على 7 19 على 4 يساوي 4 مع 3 على 4 لأن 4 تساوي 4 في 4 على 4 تساوي 16 على 4 9 على 5 يساوي 1 مع 4 على 5 لأن 1 يساوي 5 على 5 1 مع 2 على 7 يساوي 9 على 7 8 مع 3 على 5 يساوي 43 على 5 2 على 9 مع 4 على 9 مع 1 على 9 يساوي 7 على 9 أوظف سامنا بمناسبة نجاح أخويا أعدت أمي فطيرتي مرتبات لهما نفس الشكل والحجم وفكرت في تقسيم كل منهما إلى أجزاء متقايسة والاحتفاظ ببعضها لعائلتنا وتوزيع الباقي على جيراننا الأربعة ألف قامت أمي بتوزيع الفطير الأولى حسب ما يبينه الجدول التالي عائلتنا الجار الأول الجار الثاني الجار الثالث الجار الرابع عدد الأجزاء المتقايسة المقطوعة من الفطيرة الأولى 6 3 5 4 2 العدد الكسري الممثل لمناب كل عائلة من الفطيرة العدد الكسري الممثل لمناب جميع العائلات أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغاته الإجابة العدد الجملي للعائلات 6 6 3 5 5 4 2 20 عائلتنا الجار الأول الجار الثاني الجار الثالث الجار الرابع عدد الأجزاء المتقايسة المقطوعة من الفطيرة الأولى 6 3 5 4 2 العدد الكسري الممثل لمناب كل عائلة من الفطيرة 6 على 20 3 على 20 5 على 20 4 على 20 2 على 20 العدد الكسري الممثل لمناب جميع العائلات 20 على 20 2 أجد العلاقة بين العدد الكسري الممثل للفطيرة الأولى والأعداد الكسرية الممثلة لمنابات العائلات 20 20 على 20 يساوي 6 على 20 مع 3 على 20 مع 5 على 20 مع 4 على 20 مع 2 على 20 1- با 20 أدحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدول التالي وأستعين بها في اقتراح تقسيم آخر للفطيرة الثانية على أمي عائلتنا الجار الأول الجار الثاني الجار الثالث الجار الرابع عدد الأجزاء المتقايسة المقطوعة من الفطيرة الثانية لي 5 5 4 3 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 2 1 2 3 2 1 2 3 1 1 4 1 5 5 1 1 1 2 1 1 العدد الكسري الممثل لمناب كل عائلة من الفطيرة 5 على 15 4 على 15 3 على 15 2 على 15 1 على 15 العدد الكسري الممثل لمناب جميع العائلات 15 على 15 أجد العلاقة بين العدد الكسري الممثل للفطيرة الثانية والأعداد الكسرية الممثلة لمنابات العائلات الإجابة 15 على 15 يساوي 5 على 15 مع 4 على 15 مع 3 على 15 مع 2 على 15 مع 1 على 15 أقيم مكتسباتي 9 قالت أمل أقترح توزيع الميزانية العائلية بالنسبة إلى شهر جويلية على النحو التالي 9 على 20 10 على 20 التغذية 10 على 20 3 على 20 مستلزمات المنزل 7 على 20 7 على 20 اللباس 5 على 20 الترفيه 6 على 21 تبسم أخوها وقال 6 على 20 إنك ستجبرين أبوي على التدايون إذا عمل باقتراحك 1- كيف عرف ضياء أن أبويه سيلتج آن إلى التدايون؟ 6 على 20 الإجابة عرف ضياء أن أبويه سيلتج آن إلى التدايون لأن 24 على 20 أكبر من 20 على 20 وفقت الأم ابنها ضياء واقترحت تخفيضاً في الميزانية بـ 4 على 20 ثانياً هل وفقت الأم في اقتراحها؟ أعلي الإجابة الإجابة نعم وفقت الأم في اقتراحها لأن 24 على 20 إلا 4 على 20 يساوي 20 على 20 ثالثاً أقترح تصرفاً جديداً في ميزانية هذه العائلة في حدود مداخلها الإجابة من الأحسن أن يتضمن الاقتراح للدخار أي مبلغاً نوفره لوقت الحاجة بالتالي يمكن اقتراح الآتي 6 على 20 التغذية 2 على 20 مستلزمات المنزل 6 على 20 اللباس 2 على 20 الترفيه 4 على 20 الادخار 5 على 20 ترجمة نانسي قنقر